راضي عن صفقات الاهلي في فترة انتقراتي؟ راضي على العدد؟ راضي على الـ quality؟ الأصلية مش بتكمة أصلها هي مش بتكمة بس ألي جيب احتياجاتي طبعا راضي عن برونو سافيو وراضي عن شادي لسه طبعا ميسي ملعبش لكن الاهلي محتاج الاهلي محتاج محتاج إيه بقى؟ محتاج مهاجم بمواصفات خاصة يعني اللي هو يعني عارف انت المهاجم اللي هو يقولك إيه ايده رجل انه بيسموه مهاجم سوبر شفت ايفونا كده فجيته الأولى مع الاهلي حاجة كده في الشكل ده هو هيدرز وشوبرجليل اتنين حاجة ستايل كده يعني تدفع فيه فلوس وانت عارف ان ده هيخلص زي ما كان سيتي جاب هالند يخلص من اي حتة فانت عايز مهاجم سوبر وعايز جناح جناح برضو اللي هو دريبليج اللي هو واحد على واحد لان انت مشكلة الاهلي السنة اللي فاتت كلها في الدفاع المتكتل ما عندكش اللي يخلص يخترق ويخلص ودي معظم مباريات دلوقتي كل الفرق بتلعب الاهلي بالاسلوب ده اللي هو دفاع المتكتل فانت متعافش تخترق كانت الازمة برضو الاعتماد على الكرات العرضية ما عندكش برضو اللي يخلص هدرز جامد فده عمل ازمة كبيرة فانت لازم محتاج جناح قوي جناح وماجد جناح ماجد